كثير من الناس حرموا من استخدام أصواتهم بسبب اعتلال أحبالهم الصوتية أو فقدانها تماما إما بسبب مرض أو حادث وفي الوقت الحالي لا يمكن فعل الكثير أمام هذه المشكلة لكن الباحثين الأمريكيين توصلوا إلى كشف يساعد هؤلاء على استعادة الأمل الباحثون في جامعة ويسكنسون مادسون استخداموا خلايا بشرية لتخليق طبقات من الأنسجة قاموا بتجربتها في صناديق صوتية أخذت من كلاب ميتة وقد تم استئصال الخلايا الصوتية التي استخدمت في التجربة من شخص خلال عملية جراحية لا علاقة لها بالبحث وقد استغرق الأمر أسبوعين لتخليق هذا النسيج في المعمل وقام العلماء بتمرير هواء في هذه الأنسجة باستخدام مضخة هواء صناعية ما أدى إلى إصدار بعض الأصوات الطبيعية وبعد ذلك تم وضع هذه الأنسجة لدى فئران تجارب لمدة ثلاثة أشهر وأضف العلماء أن العمل الذي قاموا به يوفر أملاً لملايين ممن يعانون من إعاقة صوتية إلا أن تجربة نتائج هذا الكشف على الإنسان ربما تستغرق عواماً محمد طا بي بي سي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر